ومن ينظر إلى تاريخ المرأة قبل الإسلام يرى تاريخاً مظلماً يكتنفه كل جور وظلم وبغي وتعسف في حق المرأة وهضم لحقوقها واعتداء عليها وامتهان لشخصها بل إنها كانت معدودة من سقط المتاع تشترى وتباع وكان التعامل معها تعاملاً لا يسلم من الإهانة لها والحط من قدرها والهضم لحقوقها والعدوان عليها وكان من حال الناس قبل الإسلام مع المرأة الكراهية الشديدة لها وهذا أمر ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن قال وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وجهه مسودًّا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بُشِّر به أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي الترام كانت حالهم هذه مع المرأة بل بلغ الحال إلى ما هو أشد من ذلك أَلَا وَهُوَ أَنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ إِذَا بُشِّرَ بِمَوْلُودَةٍ أُنْثَى لم يُبْقِهَا فِي الْحَيَاةِ لَحْظَةً وَاحِدَةٌ بل يَئِدُهَا أَيَّدْفِنُهَا فِي التراب وهي حية وإذا الموؤودة سُئلت بأي ذنب قُتِلت وكان من شدة كراهية بعضهم للأنثى وتغلغ لهذه الكراهة في صدورهم أن يحفر حفرة قريبة من مكان زوجه في حال طلقها وولادتها فإذا ما خرج المولود نظر فوراً هل هو ذكر أو أنثى فإذا كان أنثى أدخله في تلك الحفرة وأهال عليه التراب فلا يبقى لحظة واحدة من شدة هذه الكراهية وبعضهم ربما صبر وهذا ذكره أهل العلم في كتب الأخبار بعضهم ربما صبر حتى تكبر هذه الأنثى إلى الخامسة أو السادسة من عمرها ثم يقول لزوجه طيبيها جمليها ثم يأخذها كأنه قد أخذها لفسحة أو نزة وقد هيأ لها حفرة ثم إذا دنت من الحفرة قال أنظري فإذا نظرت دفعها من ورائها وأهال عليها التراب كانت حالة شديدة في الظلم والعدوان على المرأة حال صغرها وأيضاً حال كبرها فلا نصيب لها من مراث ولا حظ لها فيه بل هي نفسها معدودة في سقط المتاع ولا نصيب لها في صداق ولا حظ لها فيه وكانت تعامل بمعاملة كلها غلظة وشدة فجاء هذا الإسلام المبارك جاء هذا الإسلام العظيم فأعطى كل ذي حق حقه وأعطى للمرأة حقها بكل اعتباراتها حال كونها أمًا أو أختًا أو عمّةً أو خالةً أو أيضاً أرملةً وليست بقريبة فأعطى كل حقه ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة مكرمةً للمرأة وجاءت موصيةً بها خيرًا بل كانت وصية نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بالمرأة وصيةً متكررة إلى آخر لحظة وهو صلوات الله وسلامه عليه يوصي بالنساء خيرًا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر